مرحبا، في هذا الدرس سنقوم باستقصاء بعض العلاقات لجيب السين وجهة السين. يمثل الشكل التالي مثلث قائم الزاوية في با. إذا كان قياس الزاوية ألف يساوي سين، فإن قياس الزاوية جيم يساوي 90 نائس سين. جيب سين يساوي المقابل للزاوية ألف على الوتر ويساوي با جيم على ألف جيم. وجهة 90 نائس سين يساوي المجاور للزاوية جيم على الوتر ويساوي با جيم على ألف جيم. نلاحظ من خلال تعريف النسب المثلثية جيب جهة في المثلث القائم الزاوية العلاقة التالية. جهة 90 درجة نائس سين يساوي جيب سين. أما الآن لنجل جهة سين يساوي المجاور للزاوية ألف على الوتر ويساوي ألف با على ألف جيم. وجيب التسعين نائس سين يساوي المقابل للزاوية جيم على الوتر ويساوي ألف با على ألف جيم. نلاحظ أيضا من خلال تعريف النسب المثلثية العلاقة التالية جيب 90 درجة نائس سين يساوي جتا سين. نشوف أول مثال إذا كان جيب لـ 22 درجة يساوي فاصلة 3 7 4 6 فما قيمة جتا 68 درجة. الحل بما أنه 90 نائس 22 بساوي 68 درجة فحسب العلاقة التي استنتجناها بأن جتا 90 درجة نائس سين يساوي جيب السين. ونلاحظ بأن الزاويتين متتامتين فإن جتا 68 درجة بساوي 0.3746. ناخد كمان مثال إذا كان جتا 60 درجة يساوي نص فما قيمة جيب 30 درجة. بما أن 90 نائس 60 يساوي 30 فحسب العلاقة التي استنتجناها بأن جيب 90 درجة نائس سين يساوي جتا سين فنلاحظ بأن الزاويتين متتامتين فإن جيب 30 درجة يساوي نص. خلينا ناخد آخر مثال إذا كان جيب سين يساوي جتا 2 سين فما قيمة سين بالدرجات حيث سين أكبر من 0 وأقل من 90. عشان نقدر إنحل هذا المثال رح نستخدم العلاقات التالية. جيب 90 درجة نائس سين يساوي جتا سين أو جتا 90 درجة نائس سين يساوي جيب سين فجتا 2 سين يساوي جيب 90 درجة نائس 2 سين. ومنها جتا 2 سين يساوي جيب سين أي يعني أن مجموع الزاويتين 90 درجة لأنهما متتامتين. سين درجة زائد 2 سين درجة يساوي 90 فمنها 3 سين يساوي 90 وبقسمة الطرفين على 3 فسين تساوي 30 درجة. أعزائي تعلمنا هيك مع بعض استقصاء لبعض علاقات جيب السين وجتا السين.